موسيقى السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في قناة ووظفة افكار اتمنى تكونوا بخير وعلى خير و بصحة جيدة و انتم تفرجوا في الفيديو ان شاء الله اضع معكم عصير او مشروب لذيذ جدا بسيط وسهل في نفس الوقت سيكونوا بحل المناطة مكونات بسيطة تتصوبيه في خمسة دقيق يريدون الوليدات خصوصا في رمضان و في الصيف اتمنى اخواتي ان اعجبكم لا تشاركوا في القناة المهم اخواتي طريقة تحضر بسيطة و مكونات بسيطة نحتاج البرتقال موجود دابة و كذلك الحامض نحتاج ليمونات و حامضات نحتاج ليمونات نحتاج ليمونات الحامض و البرتقال او الليمون نحتاج ليمونات الحامض و الليمون او البرتقال نحتاج ليمونات لان ينطلق المرورة في العصر بالنسبة ل هذا العصر اخواتي رأيك يخرج لكم كمية كثيرة بمكونات بسيطة قليلة يخرج 1 جليطة للعصر المهم ينقل الفواكه و نحن نقذ العصار و نحن نقذ الحامض و البرتقال بالنسبة لأخواتي هذه الآلة سيكون جيدة لأخواتي عليها كثيرة العصارة تتعصر جيدة كل شيء سيكون جيدة لأخواتي لأخواتي الحامض و حاولوا انكم تحيدوا لكي لا ينزل و لا يستحل و يكون صففاية و لا تنقذ العصارة كثيرة تجعل الجلد صافي بالنسبة لعصر كثيرة العصارة في رمضان تشربوه في الحامض و حسب النشاط تشربوه في الفطور أو في الصحور جيدة كثيرا ترى البرتقال و تبقى في غير الجلدة تغير فر فر تغير لم يكن أرى العصارة حسنا نقصر و ناقص فرز يمكن أن يكون جاملا و نقص و نضيفه في المجمد و نقصر و نضيفه في الجلد والعصار و نضيفه في الجلد و هذا الجلد يمكن أن نقصر و نضيفه باقي جامد الفرز لا مرتب الشيء الذي اخرجته ونفعل كمية السكار على حسب الحلاوية لما تفعل السكار يعني لما كانوا يريدون ضروري يجب أن تفعل العصر في السكار وكذلك الناس الكبارين يريدون أن يكون الحامض قاسح قليلا سوف نأخذ كمية الأثر والماء سوف نفعله أكثر سوف نفعله قليلا لكي يتحن جيد لأن الفرز يتحن جيدا لكي يتحن جيدا سوف نفعله قليلا لكي يكون تقيل ثم نضيف الماء تتحن جيدا لأنه بطيق دائما لا يتحن ما يتحن على الجسارة لا تكتروا السوائل سوف نضيف الماء الآن سوف تضع الكمية لمعضاً لكي تضع الكمية عبر الماء نعمر هذا الكس كامل سوف نعود نطحنهم عندما نطحن العصر يعني كشكوشة لأنه في الماء نقصت الكمية وتعني ما بينتشفت صغير حيث قليلا لكي يفيد الآن كنتم نقص الكمية زين الماء فهو za شكوشة و سوف نفيد كمية السكار كمية السكار أربض الماء ثم زين الماء حسب الماء ننقصها نريد نقص الى مع نصف لاخر نخلطه جيدا ونزيد الماء وثاني نخلط السكار مع العاصر ونقدمه في الكاس يجري زوين أخواتي بثاف غير يجربوه يجري خفيف والديد في نصف الوقت بدون حليب كما تعرفون العصر في الماء يكون صحي على العصر في الحليب وهذا يجري خفيف لا يوجد حليب يتقل على المعدة هذا بعد الماء تشرب الماء في نصف الوقت تأكل شيء من فوكيه مغدي يجري طاقة كما ترون يجري طاقة يجري طاقة يجري طاقة ونصف الراحة يجري طاقة جيدا يجري طاقة يجري طاقة يجري طاقة يجري طاقة هذا هو العصر لهذا اليوم لا تنسوا لايك اخواتي وتشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع السلامة مع فيديو جديد بصحة وراحة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة